موسيقى السهر راحباني اهلا وسهلا فيك اهلا اهلا ربي قبل ما اسألك عموضوع تليفزيون لبنان بدي اقول للناس انه انت اليوم بعدك متابع جدا لتليفزيون لبنان وهلا نحن بس فيتين كمان عاد تتذكر كل الامور يلي كانت تصير بهيدا التليفزيون شو بيعني لك اول شي هذا التليفزيون وهيدا المبنى تحديدا يلي نحن عم نصور فيها الحلقة هلا اتنين هن بيعنيولي هني يقولهم بس هون كنا اكتر اطفال هون ايزا بيقول لك ازا بترجع لليوتيوب تشانل طبعي في كليب اسمه ممنوع بالواحدة وتسعين اخدت هيدا ستوديو كله وممنوع ازا بتشوف الفيديو هو ابيض استوديو كبير ابيض الابيض هنا كنتو كله هيدا ابيض والحيطان بيد ومدام ما تجي الارض هيك هيك عملنا وقته مع الديكوراتور هيك تجي الارض تما يبين وين الحيطة يبين يعني نوع اج كأنو وكل ممنوع الكليب صورته هون وبمستشفى المجنين يعني في اتنين لوكيشنز هون هون اكتريته تصور قد ما كنت اخد وجه هتقال كأنو قليت جيت رفت لهم بدي هيدا ستوديو كيفيني اخد ستوديو تاني بقى اخدت هيدا ستوديو وقرأ بحبه ونحنا يعني هلأ انا بساقبة انو نحنا يعني مش انا بلش بالفن انا اهلي بلشين قبلي فكان فيه متل اذا بدك متل خط عسكري يعني لحتى يعني بي يساعدني اني فوت اعمل قصص كانت بكير بعدني مش انو انا بحالي وصولت كبير بعدين استقبلوني كفنين كبير لا كنت بعدني عم بقلم قصص صغيرة اجي لهون فوت ببرامج صغيرة حتى قبل بالطفولة كنت عم تقلي كنا نجي نحنا كمان لهون كنا نجي معهم لما يجوا اهلنا عندهم تصوير هون نجي نقع نتفرج هونيك نقع ذاك شي مترا وبتذكر كتير كان بحبه رفيع واجين كان مسؤول دايما على الاكسسوار كان نقع بهاد الاوتين هونيك عنده اكسسوار كان مسؤول اذا بتشوف اصلا كل الجينيريكات الاقديمة متل ابو سليم متل ابو ملحم متل دنيا هاكم كانوا تشوف اكسسوار كذا رفيع واجين وظلنا اصحاب بحبه ادماء قلبه طيب لا اخر شي بتذكر سنة الاربعة وثمانين كان وقتها ديريش خطف الطيارات يخطفو الطياران المدني عملي لاني كتبه هو اسمه الويا سارة الو الويا سارة اغنيها جوزيف نصيف الو الويا سارة اولي لبيك الكابتن اذا ما عطاني ياكي رعا اخطف له الطيارة معروف ان جوزيف نصيف كتير سجلتها بتذكر انا استوديو وزعتها وسجلتها لحنتها يعني وكان وقتها رفيق ايضا اول مرة فاضيك يا شاعر هو كمان لبنان بالذات يعني بكذا لقاء انا وياك تقلي انا بالليل دور تلفزيون لبنان وبسردع تلفزيون لبنان هلا انه مش بالنهار بدور غيره اصلا انا ما معي وقت بانه بس لما دور بحضر تلفزيون لبنان لانه تلفزيون لبنان ربيع بيشبعنا يعني يعني الجو باللبنان الاصلة مش الفاي يكون مهرجانات اول بيجو فترة وبروحوا الجونا الاصلة يعني الجو العذاب اللي خلقنا فيه يعني انا بلشت الحرب لخمس وسبعين كان عمري عشر اسنين من وقت العلق ما خلصت يعني صد بهدا العمر ما خلصت الحرب شو رأيك؟ ما خلصت لا بالتسعين خلصت ولا بالشو فيه قبلك ولا بال ولا بال لا بالالفين لا لا بالالف وتسعمية وتمينة وتمينة وتمينين اساس صار فيه تسليم من الشيخامين لجنرال هون حكومة المصغرة فكرنا خلصت لا بدشت حرب التحرير عمري حرب للغاة رجعنا رجعنا فيه عن فاتوا السوريين اه اتنا وتسعين ما خلصت رجعو ظاهروا بالالفين وخمسة فكرنا خلصت ما خلصت شي لعلق انت حاسس في شي خلص بالعكس تايل ليس كذلك قديمة او لا يوجد عملية. تايل اليوم أنا كرجال لدي أولاد وعيلة. بحس مش بس عندي الذكريات الحلوة. هلأ إذا أحضرها بحسها بتشبهني الإنسان يلي هو قلق. الإنسان القلق باللبنان والإنسان اللي عم يجري بيعيش يخترع. يخترع راحة مش موجودة لأقله لأن أنت بلبنان ما حدا مسؤول عنك لا عن الشايخوخة ولا أنت وشاب. ما حدا مسؤول عنك. هذا الإنسان اللي صار أنت وأنا مجموعة كتلة شخصيات بشخص واحد. يعني أنت بتكون رئيس جمهورية والوزير والنايب والأدمة والأبونا والشيخ والحرامة والأدمة. وبدأت يعني تطلع ماء على السطح وتدد تصلح الأزار وتجيب تصلح تليبيزي. هذا الإنسان كل شيء باللبنان. هذا اللي عملنا قوية. أنا هيدا بحس إنه بيشبهني عكتر شيء تقل. خصوصا بالفن يعني صار أنا ما بنتمي لقلو كيف صار. والبرامج الدراما ما بنتمي لقلو مش نيك أنا لما إرتاح للساعة 12. بلش أحضر تليبيزيون لبنان. خصوصا لما بلش يحطوا الأسول والأبيض. أبو سليم شو شو هند أبي اللمع كل شيء يعني يعني برامجها كلهم من عزف الليلة حوله. إنه هالخطيب سعادة أنا هيدا بالنسبة إلي لما يحطوه بحس عالي خلاص. تسمرت قدام التليبيزيون ما بقفيني شيء لحيني وبنبسط حتى لأنه ما فيه بريك. يعني بيقولوا بريك يعني بحطوا بريك وبنرجع. البريك الطويل بدايقني. بعدين التليبيزيونيات البقية نحن هلأ الريتد وون والريتد تو يعني برامج فيها كتير فياستة وكتير فرقاء وبينزل هاي ستراس وهيدا عراسك ومدرشوه الدهب. ويلا كله مبسوطين وهدايا بحس إنه أنا بمونتكار له يعني يعني بحس بد يكون نعيش بمونتكار له تتلبق هاي البرامج على هيك جو. هاي البرامج ما بتلبق على لبنان ما أنا ما سبق إليه. غسان قلت لي بتشبهك كأنسان بتشبهك ونظرتك كفنان لألا كيف بتشوفه. ما قلتلك لما يكون أنا مني بقى بنتمي لهيدا الفن هي اللي أنا دايما بحاربه ورقص حربه فيه بقلك ما بلاقي هيدا الفن هتقل وأنا بتذكر من شي من سنين سنين كان في عندي كليب من هولي كليبات تبقولي بنتقل فيهن الدولة نزلته على طلة الخياط كان فيه مدير قال لي ايجيب كليبات تجيبتن لما في مطرح كان هيك كلمة مش منيحة إنه أنا منتقل فيها شوية سلانك شوية هيك سائلة قال لي سورينا احنا بتليزيون لبنان ما بنمرك. كلمة مخصر رقابة الأمن العام يعني الأمن العام كان من رأليها هني عملوا رقابة ذاتية بعد الأمن العام هيدا أنا ما كنتمي استنظرة كتير حلو. كتير حلو يليك شو عم بيحافظه على المستوى اللي أنا بتمخله بس أنا بقول لك أنا حتى المورنينج شو أحبه عتقال وعندي مثلا حطة بحبة لما يبلش يحكمها جماعة التأس اللي حوالي الجوية بالمطار بحبة الحديث بحس إنه يكفي عافية عبكرة غير ما تحضروا عشية. غسان بدي توقف عند الآخر شيء آخر كونسبت سارو يلي هي مهرجانات دومة واهدن. شو بتخبرني على هالمهرجانات يلي أنا وقت ما كنت عم بحضر شفت الصغير الكبير طالعين من هالمهرجانات أصواتهم مبحوحة غسان. إيه؟ يمكن إما بحوحين معهم غريب أو شي. لا. طقس كن رائع بس قدمغنوا قدمعاتوا. تخبرني هالمهرجانات. يعني أنا بتقللك شغلي أنا صالي زمان ما عملت مهرجانات بلبنان. كنت شوية صرت بعيد عن الأوديونس شو كيف تتعامل كيف كيف بيقولوا كيف يعني كيف بتكون الرياكشن تبعها مع الفنان. على غير فنانيين تشوفوا إنه مبسوطين بس قلت بدي شوفوا رح ينبسطوا معي لأنه أنا غير نوعي يمكن شوي على السائد اللي هو دارج. ماشي إيه. فمضيت هالمهرجانين من ثلاثة أربعة شهر من خمسة شهر كمان. مضيتهم على أساس إنه طيب راح تجيها الصيفية. أنا قابلت تكريم الوالد بالسعودية. كان أوكي الشعب لذيذ. بالشام كان ألز وبعد يعني لذيذ كمان. وفرنسا. واللي عنده نوستلجية كتير. كانوا ما حدا عاد الكراسي. وقفوا عالكراسي مش وقفوا عالأرض وقفوا عالكراسي. وكلهم أكبر من عمره. مش أولاد. بقى قلت أنا أوكي بس بربنان باركي نحنا. بلبنان تعرف ما بيعجبه شي لبناني. ولو حكيته شي بني هواد بحبي تفلسف عليك. يعني لو كيت بوزيتف بحبي يكون نيجاتيف هيك. يعني إنه هواد مثلا بتقولوا بدكن تغنوا معي؟ بقولوا لا ما بقولوا إيه هيك. لأنه قلت لهم يعني ما تسألهم سؤال دي ما بيشوفوا لا. هيك من الزمان. مثلا في غنية مثلا بتذكرها الكوين. كتقول وي ويل 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 روكيو. قالوا يالله دوركن. يقولوا ويل 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 أف محل روكيو. إنه إن بيعرفوا إنه هي روكيو فينا الأولى إن إحنا بالإنجليزي بمعنى تاني. آي متحجمها بمحل تاني صح. يعني أف يو سي كاي. إنه شو وإذا قلتوا وإذا قلتوا روكيو شو بيصير يعني. بيحبوا هيك يا لبنانية قاية تزاكع أحده. مش عم بقولوا هيك لما يكرهون لأنه عفرجون إنه إحنا وياك إنه منعرفك أنت بتتحمل هيدا شو فعم نحكي لك عقلاتك. يعني ما عارفينه أنا مش هيك. فعندي كان فكرة إنه يمكن يكون كوستيبا لجمهور سنة. ودومة عندها مستوى كتير آآ ثقافة. هي دولة يعني سكانة واللي بييجوا عليها عندهم دائما خلفية نحاتين رسامين شعراء. ما كتير بزنسمانية. بقى وهو هيدا هيدا الليفل من الناس آآ عرفين من المجتمع هلأ كيف صار. فخفت أنا يجوا يقولوا إنه شو عم يعمل هيدا. والله كانت أول شي كان أكيد مش بحكي عنه انه فول هاوس لينون. لا بس كانوا فول هاوس. اي بس ما بدي احكي عن موضوع لأنه هيدا لازم يكون يعني إذا منا نحنا هيك نروح ننضب. فبس كانوا التجاوب طبعهم مش معقول. يعني أنا دوما قلت رح يكونوا شوية كريزيرفي. لا والله. يعني ما ما يعني نحنا عم نغني بنص الغنية عم نسمع زائف مش بس بالآخر. مع الغنية وأكيد الكوسار اخر شي كان نهاية العالم ضليت وكلهم بدوا هنونك ويحكوك ويتصوروا معك. أنا كبر قلبي وبلشت اخد ساينز انه إذا هيك اهدن رح ننبسط. يعني بلشت ارتاح يعني دوما كان ما هادتلي. وقز الأمبلي الكبيرة بتجي باهدن مش مش متصور أول شي ثلاث تلاف. قالت أنا انشاء الله يجو اجو. ونحنا كنا مكبرين كير الأوركسترا بالأهدن بوي بدو ما كان أصبر حسب البجت. وبقي هدن عملنا الأوركسترا السينفونية لأنو لقال لك. كانوا يقولون لي هلأ هالسنتين انه ولو انت بتعمل تريبيوت لبيك هون وهون وهون نحن كليبناني ما بيطلع لنا نشوف هالحفلة اللي منحب فيها اغاني بيك كنت قلت لهم انا اوك بكرا بيجي نهار ووقت منعمله فلما اتفقنا مع اهدانيات لقيت انه هيده هي النطرين الفرصة الليبنانية نطرين عائدة عم يحكوني عنا لكان ازا هن اخدين فكرة عن السعودية وعن اللي بسيناهم لبنان الحفلة شايفين شي كبير فما فيني اجي اختصر انا باسم بي الكبير فلازم اعملها لو شو ما كان الربح البد يبقى ما فارع معها المهم النسخة ونصرف على هذا الكونسورت يكون متل ما متوقعين الليبنانية ويجمعنا الشعب الليبناني واكتر شي ما بيعجبوش ايه واكتر شي بينتقد وبزيت الوقت قلبه طيب بتكه صحيح فمنشين هيك دخنتها على الاخر كانت سيمفونيك اوركسترا يعني الخمسين وطلوع بيصير هيك تسميه فيك تسميه من الاربعين حتى كانت خمسين واتنعشر واحد دبكة وعشرة كرار يعني فطنا فوق الستين كانت والله عطحس نظن للناس وانا كتير مبسوط ما بادر يعني شو بدي كافيون للناس هادا التجوب اللي صار بالتنين يعني قد ما احكي ما بادر ردلهم هجمين الحلو كان تحت عنوان لقاء الرحبانيات ايه واللقاء كان غسان الرحباني مع الياس الرحباني تبعدوما كان اسمه غسان ميتس الياس لانه ليش الكنسبت كان غير شي يعني ايه غسان يلتقي مع الياس الرحباني يعني يعني غنية مثلا انجيل بير بغنية مثلا قتل وين عيون السود برجعنا بطلع بغني طريق المطار ترجع رانيا بتغني ياسنين رح ترجعيلي برجعنا بطلع مثلا بغني سنت الالفين يعني غنية الوالد وغنية اليه غنية الوالد وغنية اليه هيدا كان عم بجربه كان كومبين كتير كان ينبسطوا في الناس انه غسان مش بس حالبيانو فرانت مان عم بيطلع ولابس التي شيرت والجينز طبع الروك طبعي بينما بقى دنيا دي قبس بلايزر كان لانه هاي دي احتراما لريبرتوار الوالد يلي انا بدي قعد فيه على البيانو لما تقعد انت على البيانو فيه هايبة ورهبة البيانو وريبرتوار بي الكبير لما يكون الاركسترا كبير كمان لها الرهبة وانت لازم تكون مهزب تيجي هالقرس الكبير غسان قديش بيعني لك حضور والدتك اللي شفناها شفنا الغمرة يلي نزلت على السوشيال ميديا الصورة يلي كانت من القلب قديش بيعني لك اليوم وجودة كانت بهالمحرشين يعني بشكل ما فينا فوق الوصف ما فينا قصف لقلك لانه امي مش بس اي ام امي هي كونسور يعني فيها تكون ماناجر وتنصح كيف الفنان لازم يمشي يعني بفتكر صارت واصلة للناس تقريبا الفكرة انه نينا شو عملت مع الياس نينا اذا بدك هي اللي خلته يندفع بقوة عكل الشريع الكبيري اللي كان يخاف منها يعني باية كان يحب يكون عنده طموح كبير وشريع كبيري بس كان لما يوصل له يتقلقص شوي كانت هي تدفشو وهي تشوف له الكلام لما يكتبه تعمله مراجعة لان امي بتكتب سيناريو قصص سينما وفيه ثلاث اربع سيناريات نفزون بمصر وبلبنان واذا بقل لك اسميهم المهروفين يبقى امي بسكبر تقريبا بعد فترة ما عيد بده تفوت بهذا المجال بس عنده هيدا النفحة يعني ازا اقل لي بقلا باي مسلا ليك يا راني الكلماتها لما تعطي نصيحتها كانت تصيب مية بالمية حتى اخر فترة يعني مش اخر فترة يعني لما باي صارك لما انا صار عمري شي 12-13 بتذكر صارت تعطي رأيها بالألحان وما تصيب تقول له تبقى اليس هون في شي ريبيتيتيف يعني يقول له لا لا هو دايما كان يقبل بحنين يحس معها حتى انا بتقلي تبقى غصان هادي ما تكون تشبق انت غني يعملها من زمانة انا ما بني بتذكر تقول له مبالا تذكرني طلع معها حق يعني مش تتفلسف لانه هي صارت من بات الرحباني لا هي ما بعرف شو يقول له هيدا عندها يمكن من ورا العشرة مع بي والحياة والسماء ما في ملاحظة إلتها فنية او بالشعر غير ما يكن يطلع معها حق فتصور كيف بالأحرى ازا طالع بحس انه فيه قدام لجنة حكم عبتحكم علي يعني بشوف 3000 موجودين الشي وامي لحالة كأنها 3000 تنين هذا اللي بدي قد هذا اللي بدي اسألك القد بخاف من وجودها وبخاف اغلط قدامها ووجودها وايضا كمان يعني انت عم اخرة النهار عم لعملاق صحيح هو والدك اللي ارحمه اللي يسرح بيني ولكن اخرة النهار عملاق قديش هيدا الشي حمل غسان مسئولية على فوق المسئولية اللي هو اساسا قدام الجمهور هلأ قضيت انه لما تلعب لعملاق هيدا عطول موجودة الهم طبعا ممكن تقول انه لما لك هود ال هود ال الياسر حباني ان كونسرت بلشوا معنا بالألفين واثناش يعني كان الوالد ويكون قائد الاركسترا بهيدا الريبرتوار زيته وانا دايما موجود على البيانو وانا كتمرن الفرقة كنت رايحو كتمرن اخر يومين لو نزالت عشوف التمرين بس انت قود الاركسترا وانا لان بعرف ربيحة انشاء لانه كنت بعرفها انا وخي منعرفها كتير منيح عن الوالد انه احلى شي احلى شي بحياته يكون عم بدأ كونسرت وهو عم يعمل هاي احلى شي عنده ما في احلى من هيك عنده وانا حبيت انه 2012 تقريبا بلاشت تفكر له يا جاد يخي تبا بي بيحب هالشي تعال نعمل له هالشي تعال شوف كيف بدأ نبلش نعمل هاشي كيف بدأ نتصل بطريقة بقطر بدوباي بالبحرين خلي يبلش يبروم بمصر بالكويت كيف بدأ نعمل ولقيت طريقة كتر خير الله ومشيت صارت كل حفلة هاي تولد حفلة تانية وحسايت كنت شوف بعيوله البريق طبع الفرح وكان يقل لي وانا لايك شوف انا طالع من مشكلة مش مشكلة طالع من اكسبرينس الفوركاتس اللي هي انا كنت ماناجر فيها وكنت عندي الرؤية تبعهم فنيا والبزنس كنت نظبط من عقود من مع مين من اتفق كهير دراسر من اتفق مع الميك ام كنت احمل كل شي تفاصيل معهم وكيف الرؤية تبعهم كيف كل سنة لازم شو لازم يغير بالفن تنظل فهيدي الشهر اللي جيت انا خاني وظف ها لابي بما انو عندي هالخبرة وكيف بتتصل بالطيران كيف تعجز ديارة كل شي كل عملت لابي هالمنجر انا وكان بتذكر بعد اول كونسيران تلاتة بقى الفنو وشان عملنا ملعب ذوني عملنا ابيت عملنا طرابلو صحو بلبنان نهار جانيت بقى بيب تذكر بعد شي تاني تيلة حفلة ناشحين مبسوطين يجعل منين مر كنا نتمرن لرعبة حفلة وفالين هالموسئية من الستوديو اجي عاد حدي بالمكتب عندي قال لي يا زلمي ما عم بفهم عليك انت قال لي يا زلمي ما بلاقي إلا اجو هالفرقة تمرنوا صرنا بالمطار صرنا ببلد فتنا حوتيل ضلينا نعمل هادي الكمبين قصدي موجودة بوجوده يعني هالعملاق نحنا عم ندقله كمان وفي رهبة بوجوده بقى مشاك لما معحد موجود كمان صوت الرهبة دوبل صرت تخيل وعم يشوفني صرت قولي يعني هلأ كيف بدي بيدله ويكون هو راضي لأنه أنا صرت ما في حدا قدامي يعني أنا بي كان من نسبة إلي السندي اللي هو وقف عم يعمل هيك كان يحس في واحد عم يتلقى الخطر قبلنا يعني مثل مترس بقى صرت أنا المترس لو أنا إذا خبصت نسبك مرح تنتقد الياس هتنتقد إلي صح هايدي خطرة كبيرة هايدي مسؤولية كبيرة كمان غسان قديش كمان الأكاديمي يلي فتتحت وأنا بعرف أنه كان نأزان من هايدي الخطوة أول مفتحته أول أكاديمي آه نأزان لأنه أنا هلأ لذا بصير بعمر وبفهمه لاش في لبنان في شي مشروع ما بتخاف تعمله لاش في شي بتحضره إذا أنت هلأ عملت بلان لحياتك من هلأ لسنة تضمن إنك فيه تعيش بعد سنة أصلا فمن شان هيك نحنا كل شي شورت بدي يكون شورت تايم يعني شورت ميموري يعني مشاريع أنا بدي تغدى أنا وياك جمعة تج إلا إذا ما في لك أكيف لكن أنا أفضل عيومين ثلاثة كيف إذا بي شايف إنه بدي أفتح أنا مشروع برجت كتير كبير لأفتح أنا أكاديمي ب350 متر بالنسبة للتجهيزات والإضاءة والكاميرات بكل قوضة والسكرينات بالسالون والتليفزيون والإنترتينمنت وهالإلات المعلقة وهالإلات الموجودة بالقواد حق البيانويات حق الدرامز لك في إلات لأنه التلميذ والإستاذ فيهم ينحملوا معهم بيروحوا الكيتار والفلوت ولو بتحملهم بس في إلات بدتتظلة ما فيك ما فيك تنقل البيانوي بإيدك والدرامز والأوبليات تبع الجيتار يعني كلهم بجت كبير فكان خيفين ما هو حق يخاف بس أنا لك أنا الحلق شغلي أنا منوحظها على حيالي صرت بي كتير بيفكر وما هو حق بيخاف يضحش ببلد منه ثابت أنا عندي هالناحية شوي تايس يعني مثل الترين لا بظلني أقول أنا مثل الترين عنديها مثل الترين وما بعرف ليش صرت لليوم بيقولولي بكرة مسير عندك ولا بتشوف كي بدك تصير عتلين هم أنا عتلين هم مش كتير ولادي ثلاثة صاروا كبار يعني يعني براها قد خطرة يعني 16-17 وما اندي كتير عتلين هم يعني حس كأني بعدني مش مجوز ما عم بيصير عندي هيدا الهم تبع بي ما بعرف لي يمكن لأنه نحنا كمان ما رأي علينا كتير أشي يمكن تمسحنا متل ما بيقولوا بس كباية مني تمسح أنا مش مجوز قبل بمره وعندي أولاد يعني هيدا هيدا الـ عم تصير معي أول مرة بس عن جد بحس إنه لما تقلي مرت إنه يا دل يا تعتيري لك كذا بصير أنا كرمالة أعمل منسك واجب معها بس أنا ما بكون أدى عتلين هم بس إذا بقل لي بطلي شوية البنمخ أنت يشو معقول بس أنا لأ يعني بعتل هم عادي أنا بي مثلا كان يعتل هم أكتر من زوم والإشي اللي زعجته بها كبر هو هالأفكار اللي بتخوفه كم كان أساهمت إنه تقتله كتير كتير يعني مش معقول شو بيخاف من المستقبل يعني إن كان ماشي شغله أو مش ماشي شغله عطول عنده هم نحنا كيف بدنا نكفي كيف إمي بدأ ترتاح كيف هو بده يريحنا كيف هو بده يكفي مع إنه الوالدة كان تقل له ما بده على الأدليس إنتا ماشي الحاضر لا هم تفكر على الأدليس ما بيقدر إنسان هيك هلأ أنا بتذكر إنه عائلة إمي عندهن شوية طحيشة هيك هنة ميلة تنلع وعمي منصور كان هيك كانت إنه تطنع فيه إنه ما عنده مشكلة يضل هيك عم يمزح عم يبدو يكل عصافير وبدو يعمل عشا ويعمل يكل ناي هيدا همه مش همه كان الحياتي بده تصير ما عنده مشكلة كأني عندي أنا من شوية منه وشوية من عائلة إمي هلأ أكيد نحنا كلنا أوادي من الأدمية والمحبة وعدمة زعبر وتحب لبنان وتحب البيئة وتكون آدمة عليها من الكل من الميلة إمي وميلة بي بي وإمي يعني عائلتهم عائلة إمي أنا كتير كتير يعني ما بعرف إخوالي وجد وإخوات جد وكلهم يعني كلهم تشوف إنه شوية الشماعة كتير أوادم هون كيف بعد فيها هاك ومنه منهم فنانين ها تبه وكيف أوادم على الأد وتراسبران وقلبهم طيب كلهم فيهم هاطفة كلهم بس أنت أخذ جزء كبير منهم على فكرة غسان بس من نسبة للشغل عمقوله وليم شريع أنا بضحش بس هو اللي بيعرفك شخصيا بيعرف قديش أنت إدمة وشفاف ومحب بغض النظر عن جد وهاي أنا بقوله يعني غير العالم أوقات اللي بتشوف غسان اللي كان ثورجي واللي كان هيدا شي له علاقة يمكن بالحياة وبالسياسة وبالبلد وبيشيفها بس على الصعيد الشخصي على القليلة أنا شو شفت منك عن جد أخذ أخذ كتير منهم مش شوي أنا من أكون مش ثورجي ما بحب يعني أنا وصغير ما كنت هيك لما بلشت قوعد بالبلد تشوف أنه هيدا غلط 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 فيه ناس بتشوف الغلط تقول معلي أنا ما فيه نقول معلي مش ناك ست أنجاجي أني يفوت بالموضيع انتبه بلشت حكيون بالإنجليزي أنا من أول ثمانينات بأكتب هيدا الموضوع بس الناس ما حست أني مكتب بالعربة يعني أنا بلشت بفيتامين حسوا أنه ويف لك شو عم بيعمل بس أنا هاي عملها من الثمانين بس كله بالإنجليزي موضيع عن لبنان وعن الاحتلال وعن الغبن وعن جرائم البيئة وكل هؤ الأمور وعن العالم كيف عم بيلعب فينا ومعنا قرارنا عطول كانت احكي عنا بس ليلت أنه خي هود مفكرين عم بيعكي شي تاني لأن مش الروتس طبعا الانجليزي يعني عندك انت كوميونتي صغيرة يعني بس كفت بالعربي اي لما أربت على العربي عليهم هؤل أفكار أضفت أنا موقفت الانجليزي أضفت اللهجة المحكية الغنى بلش يقولوا الناس كانت جرأة منك أنك عم تغني هالأغاني مش بس هيك غصان كل ما تغنيون يتغير شي يعني طريق المطار بتذكر واتغنيتها بعد فترة زفتوا طريق المطار واشتغلوا غيروا كل شي غيروا المطار اي صحيح ما بعرف سيقبت سيقبت ولا ما عرفت يعني ما عندي شو المخابرات بتتبروني قبل وقت انه تحلق غصان خودها المعلومة بعد سنتين من غير المطار لا بس كمان غصان بعده صوتك مسموعيا من فترة بتذكر كمان حطيت شي كرميل موضوع البانو على طريق المطار ما في بس تخلص طريق المطار بك تنزا رجع حطوا رجع هلا أبعو شكله بدك ترجع انت هلا ترجع تحط انجليت معي اذا هلا عم نسق معهم تنجع الحطة بس هلا الوضع عيب تجي انت تكون مشغول بقارمة والبلد كله عم بيحترق فانتبع الثورة مش معناه اذا واحد انه حكي عن الثورة او ثورجة من جوه يعني هو ما عنده تهزيب وما عنده هاطفة وما عنده طيبة من جوه ما خاص ما هو الانسان اللي بيفكر انسان اللي بيكون بيغار على البيئة والحيوان وعلى الصدار وعلى الجبال الحلوة يعني بيكون حساس وشفاف صح ايني لما تبلش انت هون تعرف الانسان هيدا منطلق من عاطفة ومن ادمية ومن شففية تقدر تقدر يحكي عن الموضوع لان من الملانية في منهم تلت رباع السيسيين عنا والمسؤولين والزعمة ما بيعني لهم شي اسبابية في ناس كنا نروح لنا عندهم مساء عنا هم نعزيهم بحدا ميتلهم زعمة يكون عندهم منظر كأنك بالجنة هجبال وهل وديين نجي نقل له لك يا زنمي لك شو عنه وعندك المنظر لأنه والله ماني منتبه له ولا مارله وإذا بيتق منتبه له أنا قم جيت مرة انتبه له يعني بينطلق من هنا مثلا اذا كنا من منطقة الفنار اللي قريبة على بيروت مدخل بيروت الشمالة رومية كذا تجي بتشوف جبل أخضر بهالعجقة بيطلع كله للوقف لأنه ما فيوني حمرو في للوقف يعني قديرة ومدرشو طيب مطرح بيخلص عقار الوقف بتحسوا مثل البرغوت صاروا البنايات وراء بعضهم بيجي زعيم مثلا بيقول لك والله الجبل بعضه أخضر سمار لك لك هيدا الجبل هيدا نشوف كم كسارة فيها نعمل فيه هيدا بيفكروا هني فهيدا المنطلع خليني يصير انزاعج لأنه يمكن أهلي ربوني أنه يكون على المصل يكون آدم من كل النواح أنا ما بزعبر بحياتي بالشغل هاللبنان الزكي بيقول الحربو أنا ما عندي إيها أنه أنا ما بحياته حدا فيه قول عني أنه بكل سئة بقل كل ضمية مرتاح ونعم مخد كأني تلميز مدرسي لم زعبر بحياتي على حدا ولا عملت فنجي بحدا ولا قالب على حدا اتنين فرسون أو بخبر بوجان أنا عطول هيدا اللي بتشوفني هيدا أنا وحلا الناس تعرف أنه غسان بهالعمر صرت وبعدني أنا هيدا ما يفكروا أنه عندي ويشتيني مني باطني أنا بس غسان بهالعمر أنت اليوم أو بهالمرحلة أنت شخص جدا صرت رايق أروأ من هل هي العيلة هل هي المسئولية هل هي شو هو العمر بتصير تفكر أكتر بتصير تفكر أكتر يعني هو نفس الأفكار أنا نتبه النار اللي عم تغلي فيي للبنان اللي بحبوا الثورة فيي بوجودة بس بتصير تبعا كهر شي وخصوصا عندك أولاد بتصير بدك تفرجيهم أنه ما تتحوروا بالتصرفات وزا هني بالنسبة لهم أنا مثل الأعلى كأولادة بقولوا إذا أنت عم تعمل هيك هلأ يشوفوني مثلا ليش تلعتهم على دومة وعلى أهد أنت يشوفوا أنه أنا في عندكم أوكي كوتير هل دروك هني بيحبون هل دروك وهيك الجنازير والجتارات بتكسروا هايك هل الإنجليز وعندك لكم شو عندكم يعني خليشوفوا كل شي مثل إذا بدك يعني لازم يعرفوا أنه فيه وفيه ألكول وفيه الأكل الصحي خلي يعرفوا كل شي لما أنا ما بيعرفوا كل شي خطر خلي يعرفوا مش مش عبلك يجربوا خلي يعرفوا بالحقيقة فيها منشرحوا وشو معناتها فيها وإنتو لما تفرجيكم الجود and bad بتنقوا لازم الجود فهنا عفرجيهم بالموسيقى كل الأنواع ما فيه good و bad بالموسيقى بس فيه فيه يعني أنواع فيه أنواع موسيقى خليشوفوا لان وإن أولادي بعد من وقت ما كبروا شوي كان فيه كورونا يعني وكان الوالد مريض يعني قبل الكورونا يعني مرأ شي ست سبعة سنين عليهم ما بيعرفوا شي شو بعمل on stage مش بالكليبات فح بيت يطلعوا هيدا أول بالأكاديمية كمان بالأكاديمية بيجوا عم بيتعلموا لا كمان شفتم بالأكاديمية بالافتتاح ياللي عملته بوقت بالبلمان بالبلمان جبتم كمان يعرفوا بيون تخيي شو عم بيعمل مش بس انو بخبرو كيف فكروني في المعصر كيف بقى خلي شوف انو ما حمال في وصل بقى كمان الحفلات الكبيرة كانوا عملوا صدمة ايجابية ما صدقوا شو عم بيشوفوا ما صدقوا انو حلو هالشي يشوفوا كمان فمن انطلق الانسان لما يكبر وهم كثير بده يعطي مثل صالح لأولاده بيروق شوي لو الافكار ايزيتها وذات الوقت صدت انا نوعي كتير بكرح حالي يعني انا كتير بانطقت حالي يعني انو عم بغني باسمها غنيتي برجع بيد عم جي بقرف من حالي يعني مش دي بغني بمبسط من اول مرة ما مصدق علي لا انا انسان في واحد تاني فيي بيكرعني يعني انا عم ساجل معلومة بسألو لها الكل انا ما اني انا مهندس صوت ما حدا بسجلي بستوديو مش بوقف وراء لأزاز وفي مهندس عم سجلي يعني انا الميكروب حطه حد الميكسر وانا بيقبوس ريكورد وبتسجل وبتبوس وستوب وقدت وانا يعني تصور كون عم بغني مثلا تنحسو باكزامبل طريق المطار يا ماما في واحد بيقلي عمون سطوب وانشازت مش انه حدا بدي يقلي انا دي غري بحس وعد معي عم بيقلي سطوب طب هيدا يعني هيدا النقد الزيت كتير قوي كتير بتضيق من حالي فهيدا النقطة كمان ليش عم بوصل لك كنت دايما اسمها انترويوياتي انو عم بيحكي حسها عالي كتير عم بيحكي اهوجه بسرعة صرت اتمرين يعني يا عم بحكي يا لقد بسرعة صرت ان اعمل تمرين 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 مثل هلا هيدا لحظت ما كنت هيك انا لحظت كنت قول لي يا عم بيحكي بسرعة لا عز انو اللي بيحكي بسرعة كتير ما بيخدوه اول شي جاد تاني شي يمكن ما يوصل الفكرة للناس يخي مش كل الناس شباب في ناس عندك فوق سبعين وثمانين يمكن سماعهم خفيف يمكن ما بيستوعب انو الحكي السريع بيعتبر انو هيدا صعيق الزلم شون بيحكي بقى بدك بدك تكون مؤنع بدك تكون لانو الحكي اللي عم نحكيه تقيل وقاله معنى بالحياة مش عم بيحكي بس انو هن بقى من الحفلة والصبية لا عم بيحكيه قصص عن البلد عن الحياة عن المتافيزيك عن بعد الحياة بعد الموت بحيكي كتير موضيقة هيك خلي لك كان واحد كان يكون رايق حتى يقدر يفهم الناس انو فيه تقل بالحكي هيدا تمرنت الله كمان يكون بطيء تير عزبتنا ويمكن هلأ بعد اذا بحضر معك بكرة وقول هون سرعت ما كنا اذا بسرعت غسان بدي يعني قبل ما اختم اتوقف عن نقطة مرة سألتوا ياها لأستاذي اليسرح بيني بستوديو مرة وقت زرته كان عم بيقلي بعد عندي الحان اذا بارجيك قديش الحان بعدها مسكرة بعد ما طلعت شو بتتعمل بها الالحان ليش بعدها خبيه يعني استاذي اليسرح مطلعه واليوم انا عرفت انو انتو كمان ما تكون حطينا اه اول شو فيه غلط غلط شي يعني صح واكيد انت مرأ ما عايز الليك لسانو انت بتعارف بي بي شاعر وملحن هاي دايما الناس بيقولوا والله الحانو ملحن مش مسبور ومش موسيقار موسيقار يعني ما بيكتبكلام المؤلف المؤلف يعني منتج ومؤلف المنتج مش منتج مصاري ينتج ينتج فكر كيف فإي عندو شي خمسمائة اوور مسجلين عالكمبيوتر نتبي ما في حدا بجيل باية كان فيد بالكمبيوتر عالتشجيل ما بيسجله جميع بيقولوا انا بكتبكلام وièreوا تخلي أحد يسجلي وبنعنا ما منفهم ما أحد كانت أهما أحد أمامنا، أشعر رضاً، أعلمنا بحصول عهندس الصوت أنا وأنا وفيي. وخصوصنا وعلمنا علينا أن أصبح لعلم في الكمبيوتر فقصوصنا بحصول عهما بالشيء الجديد، قلت أنه ما أحد أحد كم شو ستقدم في حصول عقادة بحصول العهندس الصوت مثل الديكوراتور يعمل لك بيتك يكون أحد مهندس يعمل لك الحديد والبتون وكذلك تعمل الديكور من داخل تكلفه مع شخص كل الغنية خالصة للسيدي يعني ونحن هيك علمنا نعمل أشيء. هلأ ما في علمنا إذا نحن ما عنا مخ من جوة نكتب كلام ما في عادة يعلمك تكون شاعر وتكون ملحن فيك يعلمك التوزيع الموسيقي الكوندكتينج. بس أنا بتعجب في ناس بيقولوا عم بدرس تأليف موسيقى كيف تدرسه. مش مظبوط ما فيك تدرس الشعر يا زمنه جاي منك انت وصغير ما فيك تتعلم تألف موسيقى أو تألف شعر. فليش سلنا هون دخلت. عمنا نحكي على الألحان اللي موجودين عنده خمسمية غنية مسجلين وعليهم أصوات. حاطة أصوات عليهم مين? أصحابنا الكورال القوية كان يطلب منه مثلا أو مننا دموازال أو مشير تحب تحط صوتك هكذا بس أنا وكان يعطيهم الفيز تبعولون بس لأنه بدوا إذا يسمعون لحدا يكونوا لأنه ما فيه غنيون منيح. باي يسمعون لحدا صوتوا منيح تحت إذا يسمعون لحدا بديوا غنيون أيون فنان يكون عنده براتب. هاو دي نوجودين على الكمبيوتر طبعه. نحنا لليوم ما منقود لع الكرسي طبعه بالكنترول شلناه عجنب. الكمبيوتر طبعه طافينه وعرفين إنه فيه هالسروة بس ما أنا بصدد. أنا أخيي نجي نستغل هالشي. هلا فيك تقولي بالعكس أنت عم تحرب الناس. ما هذا اللي بدي لكي مش استغلال. ما بعرف كي بدي وظفة بعد الفكرة. ما عمنا عرف. نحنا بحاجة لكل عمل عملوا العملاء. مزبوط. يمكن معك حق. بس بعدا إحنا يخيي نحنا طلعنا أبدا ما فينا نكون تجار بمحبة ناس لبيه. ما بعرف كون هيك أنا. هلا فيهم يقولولي إيه إنت عم تعمل حفلات تحت حصورة بيك. عم تعمل بس هاي دا اسمه تكريم الياسر رحباني يلي ما بيدوم. إزا سنت جيب داك تعمل تكريم بتكون أنت عم بلش تصير مصلحجة. يمكن تنقل لبيك بس بدي يكون في غير كونسبت. ما فينا نظل نقول تريبيوت تريبيوت أوكي. هلا بلبنان عملنا تريبيوت لا مش عاملين بلبنان بس إزا سنت الجي عندي مهرجين بلبنان لبيه بدي يكون غير شي. ما راح ضلني ادحك عالناس يعني عمل تكريم ما فيك. هلا قدي أنا ما بحب استعمل شي لبيه. وبذات الوقت يمكن معك حق. لازم نكون عم نخلي الناس تعرف الوالد شو بيعمل. شو بتقوله اليوم لليسر رحباني؟ ما بعرف إذا بقلو نيالك ولا كارسة؟ أبعرف كتير أنا بغص بهذه الأفكار. صوصي أنا ما أشوف مكتبه لحلق ستتضحك علي بصراح لك شو كيف يفكر. تب الإنسان هاد الإنسان المعمول هالأد غالي تركيب بيته الدم المصهرين البانكرياس يعني أنه الرواية عليك كيف نزم يعني كيف نحنا مخلوقين شو هالإنسان الغريب أهم من الروبو نحنا يعني يدباغك كيف يشتغل الأفكار يعني عينك كي بترف يعني أنت بتعرف أنه لما تحط عوانات مثلا بدك أو تقرب بده وقات تراجلي شوية العوانات. أنت تصور مش من تبهين في عينك تركليش لحالة. إذا تقليدي ما بشوف فلو وإذا تكي شفتك ما بشوف فلو صح. تعرف إذا التقدم إذا؟ بعدين أنت خلقين عندك ستاريو دين تان قبل ما تكفي بالموسيقى ستاريو أنت خلقين ستاريو يعني كلها الإنسان الغالي هيدا بقولتها مش حرام. كيف الإنسان وين العادل إنه واحد يموت عمره إذا ما صر له مرض هو صغير إنه يخلص عمره بالثمانين بالتسعين وهيدا الميكروه هيدا الحديدة بتضاين خمسمائة سنة وهيدا العلبة الشراعية القديمة وهيدا البلاستيك هون وهيدا الدولاب بضاين يمكن خمسمائة سنة لبيانو بضاين يمكن خمسمائة ستمائة سنة عند الناس والإنسان بروح قبله. بصير فكرة الأشياء عامل الإنسان هون بيغسط هون بيزعل لأنه ما في جواب لهالشي وأنا مع أني مؤمن بظلني حس إنه عندي سؤال هادا رح نخلص بعلبة ولا في حاجات بعد الموت. هيا بتزعلني. كلمة واحدة بتختم فيها دالياسر رحبان. بدي أقول بس إنه بعتقد بعتقد زمن غلطان إنه عم نعمل لك شي إنت بتحبه. وإن شاء الله إذا كنت موجود يكون عم بشوفنا وأنا دائما بحكي معه باللال إنه إذا شايف شي إذا عندك شي خبرية تخبرنيها هلأ بهم أنك صد مع مع الرب عيش. أعمل لي وقصلا مع الرب خليجي يخبرني شي خبرية بعد النوت شوفي. حيث تحكي معه. إنه حررت تحكي مع بيك مثل ما بدك. أو مع الحياة التانية ما في نظام هون ولا في منطق. بقى أنا بحب مش بحب حكي معه وبذلك الوقت عندي يأس بالحياة. يعني بحس إنه لو بطعم تنبسط هلأ. هيدا كله أنا يعني. أخلي لك كلمة قبل ما نهي. الفرح بالحياة هو ومضات صغيرة. الحياة أكتر يتها يأس. هو حزن. يعني بنا ما نكذب على حالنا. لا هو الحقيقة. بنا ما نكذب على حالنا. إنه لا. الفرح لو أنت بتقول أنا كل يوم مبسوط. بس إذا بتجمعهم كلهم من مات مخلقة لتموت. ما بيطلعوا شي قدام الحزن. وقدام العتل الهم. إنك تعتلهم. وقداش في حزن وقداش في لحظات لحالك تعيسة. ما بيطلعوا الحزن البسط هو ومضات. بيطلعوا الفرح. غسر رحباني. شكرا لك. برسيلة لك. وأنا بحبك كتير يا ربيع. وانت بتعرف. مش اليوم. تسلام. شكرا. اشتركوا في القناة